البيتس فريند على الصديق اللي تشارك همومك وتحتاج تفرغ ما في داخلك ويفهمك ويشجعك وأمين وحريص عليك إذا ممكن تشوفه يومياً أوكي ما عندي مشكلة لكن إذا أنت ظروف عملك تشتغل 16 ساعة باليوم أو أنت تتطور نفسك وداخل دورات وتقرأ 10-15 ساعة ما عندك وقت إلى فعلى الأقل ما سيجاد شلوانك طم مني تحكي ليومك ويحكي لك يومك تمام؟ هم نوع من الترفيه بشكل يومي الكلوز فريند ها المقربون بالزايد مرة بالسبوع شايف هاي مثلاً أسبوع كامل الإنسان يشتغل الصبح مثلاً كلية والعصر يشتغل أو متطوع بمؤسسة أو يعمل عمل خيري أو يقعد يقرأ ويطور نفسه نهاية الأسبوع خميس جمعة يجمع الكلوز فريند إجاد عددهم قلنا إلى خمسة نقعد نجتمع يوم دومنا يوم طاولي البنات بناتنا نحشي دول ما أي شيء مهم نستمتع تمام؟ الكلوز فريند بشكل يومي إذا أقدر أشوفه ما يأثر على وقتي أوكي ما هذي ما سجاد رسائل أخابر شلوانك طم مني عليك لكن الكلوز فريند مو يومية مرة فقط بالسبوع الفريند العاديين مرة كل ستة شر هاينا بعرس أحمل هاينا بالطهور مال حسن أشوفهم مال أنه ألتقي بهم بشكل دائمي لا أكل ثلاثة شر كل ستة شر أما الزملاء الكوليكس من أسمهم هما لو زملاء كلية لو زملاء بعمل فذول يومية ده أشوفهم صح؟ فأنا يومية أشوفهم لكن ما أضيع وكتي بالثاثرة معاهم إيه وش قاله وش صار هما موظف هاي أصلا زملاء عمل ده ياخذون من وقت عملي أو من وقت دراستي ويوم اللي مثلا إجانا عطلة إجانا عيد إجانا كذا ما أحتاج أتواصل وياهم وأشوفهم لأن ده أشوفهم بالعمل واضحة وين مشكلتنا نحن كمجتمعات شرقية نخلط الأوراق كلها مع بعض يعني أنا معتبر البيست فريند العصدي هو عندي أنا أربعة خمسة لكلوز فريند معتبرهم عصدي وكلهم أحكي لهم أسراري وكلهم يعرفون أعرف أسرارهم وتبدأ المشاكل هذا حكي علي وكرار قال علي كذا وجسين حكي علي كذا وتبدأ يصير مشاكل ديناتنا آئلية عزيزي البيست فريند واحد اثنيا المشكلة الثانية الأكبر أنه إحنا ما نؤمن بالنظرية الصديق الواحد البيست فريند واحد كلوز فريند ثلاثة إلى أربعة الفرينز عشرين أكون ناس لازم يوميا يشوفون الفرينز العادين العشرين صديق يعني يوميا لازم يشوفوهم ونطلعوا إياهم ونجتمعوا إياهم وثلاثة أربعة ومتح للشلة بدونهم أحد أسس الفشل في الحياة هي أن تلتق بأصدقائك يوميا إذا تقول لي لا دكتور أنا أرجع من الشغل طعبان ما بي أشياء روح ساعتين أقضى بأكبر أسباب الفشل التقائك بأصدقائك المقربين أو العاديين يوميا لأن هذا وقت تطوير ذاتك من ترجع طعبان من الشغل الوقت اللي يبقى أتابع شي فيدني أقرى شي فيدني أتابع بيديوات تغيرني أدخل بدورة ترشدني أخالط ناس مو أصدقاء نحن أشتبختوا شكلتوا دومنا وكذا لا أخالط ناس ناجحين أستفسر منهم أقعدوا إياهم أروح مجالس من ضمن اختصاصي أتعلم منهم مشكلتنا إحنا نحن نحب الأصدقاء ونتباهى ونتفاخر بالأصدقاء فأنا يوميا أشوف البست والكلوز والفريند سوى يوميا أشوفهم يوميا أطلع معاهم يوميا دومنا وطولوا إياهم يوميا نجتمل إحنا البنات مع بعض هذه كارفتنا فأنا الصبح مضيعة مع الزملاء والعصر والظهر مضيعة مع العاديين ومع المؤربين مع أنه المفروض مرة واحدة بس بالسبوع أشوفهم واضحة الفكرة؟